ماذا تصبح ابنك عمار؟ يكون سعيد تصبح سعيد لأن عمار ليس سعيد يكون سعيد يكون حقيقي يكون صادق يكون محب يكون مثل ابوك أم محرومة من ابنها تخريف وقعية مسألة الحرمان حرمان السفر الغربة أو حرمان الموت مثلا بعض الشر عليك يعني الأم هناك كثير من الموت في حياة الأم الغربة فيها موت جارح يعني موت ساعات هل سيأتي اليوم؟ ممكن أن تتعيش فيه مع عمار ابنك في أمريكا؟ بالطبع؟ ولا يمكن أن أترك الشام ولا يمكن أنا كبرت مع الشجر مع العصافير مع الشوارع مع الحياة كبرت مع الناس تجزرت أنا أصفى ستمونة بس الشام أغلى من ابنك؟ أشوفه أنا بروح بزوره أمتى أخر مرة شفتيه؟ من شي عشرة سنين ربنا يجمعك بي على خير الله يخليك بس لازم تعرفي شغلة أم لو أن الوطن لم يكن أغلى من الأبناء لم يكن أغلى من الوطن تصوري 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 لأنني أكون أختار موجودة أم كبرت ليس لدينا أولادنا ليسوا لنا أنهم أولاد الحياة أعرف أن الوحيد يخطر حياته ولكنه قواني لأنه أعطاني شعور الأمومة أنت تعرف ماذا يعني عندما تحطي ابنك على صدرك تردعي أنت اللي بتعرفي أنت تعرفي اثنين أنا حطيت عمار على صدري سنة وقعدت بالبيت حبيبتي هذا أجمل شيء فأنا عندي شعور بالأمومة لحتى عمار خلاص البكالوريان كان معي لكن بعدين أخذ شيء يا بخت عمار أنه أمه منواصف يا بخت عمار